هلا طبعا انتو شفتو لدنيا تقلب تليومين اللي فاتو بابلو نزل التراك بعد كده أبيوسف رد بتراك الماء وفيه أحداث دايرة وفيه حاجات طاية كتير فإحنا المفروض هنستمر في تغطية الأحداث نتكلم بقى على كل حاجة حصلت تليومين اللي فاتو وأهمها طبعا هو تراك ألا عصفة لأبيوسف انتو عافين ان انا بقالي أكتر من سنة متوقف عن الكلام على بيوسف بسبب المشكلة اللي كانت حصلة بصراحة كان عني دايما تخوف من فكرة الكومنت اللي هتبقى جاية اللي هو ياسطى انت مش محايد ياسطى انت جاية عليه عشان انت بقى عندك مشكلة معاه وبتاعك ولكن بصراحة النهاردة ايشتر لو هو مبسوط انو بيكتب كومنت بيقول فيه كده ايشتر انا كاكا بعمل اللي علاية و بقول اللي بيجي في بالي اللي هو مش هيتغير بسبب أي حاجة وكده كده هتتشتم سواء قلت او ما قلتش فاقه يعني يا الكلاب وتعوي والقافلة تسير نتركزوا معايا و ايه و نسمع و نشوف ايه اللي بيجرم المفروض ان الناس كانت مستنية رد الـ اللي هو بقى يالله اقول اللي هو رونج موف انا داخل فيك شمال بقى والدنيا هتتقلب ترك العصفة اللي هو يا بنا جا دمرك بقى فاهم و بتاع بس الموضوع مطلعش طلع يعني اللي هو ايه هو رمق يعني بار هنا بار هنا بار هنا بار هنا على كل حد تكلم عنه اللي مين اللي فاته و هنسمع و نشوفه دقيقة الوده و هو كان فيلم و ما نمثلش عجبني البيت فيه سامبل عصفير فيه حاجة اللي هو افهم اللي هو كان عالم مثالي او افلام او كده و هو بيتكلم ان كل ده كان فيلم و ما نمثلش ما هو اللي بيحصل ده كله ما بيننا و ما بين بعض مش علاقات حقيقية و فيلم و بتاعه و اخو ببالكم ان هو نازل الفيديو ده قبل الدس و من ايام درباكا باند و من ايام القرب ليج و من ايام واي كرو و من الكلام ده انا بكلمكم من عشر سنين هو دي طريقته هو بيتعمل كده يروح يشوف مين الناس اللمة و يتلمى عليها و بعد ما يتلمى عليها يلاقي مفيش منها راجع يسيبها و بعد كده يروح جاي شايف غيرها مش عارف حصل بينهم مشاكل ده انتم فيكو 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 يعمل معاهم ايه دسات و يلعب شوية و بعد كده ياخد ايه اللقطة و سلاموا عليكم خلصة الشلة دي روح يشوف شلة غيرها خلصة الشلة دي روح يجيب شلة غيرها وهكذا و شغلانة بقى احنا فضيله بقى ف إشتة فأشتة بحب استهلها بيوسف على دريل بالمناسبة بيبدأ الموضوع مع مجيش بكرة تقول ندمان كتب تويت عشان سندال بلع لسانه عشان فاهمان الكلام على شخص او اتنين لان فيه اتنين اتعرضوا لنفس القصة دي سينابتك و زياد زازة الاثنين كتبوا تويته على بيوسف دي تويتيت سينابتك وهي مكادش على بيوسف قوي بس بيوسف هو لا رد عليها فهي اتربطت ببيوسف وفي النهاية سينابتك طلق قال انا ما كنتش رقصه بكده جدعان انا ريسبيكتر كل الناس وبتاع فهي دي اللي ممكن تكون بلع لسانه عشان فاهمه يعني حسيتها اكتر على سينابتك زياد زازة تمام اللي هو الكلام خلص وانتهت فاهم؟ يستحكي لي عالرقص كمان وستك بس كان ناقص عزام مسك طبلة شغال ارتامي هنا بقى زياد زازة جدا لان هو كان يقول ان هو جي رقص على حجري قبل ما يجي عندكو ومعرفش ايه فهو يحكي لي عالرقص كمان دي دايريكتل زياد زازة وبيقول له ان وستك كان ناقص عزام ومسك الطبلة شغال ارتامي واضح ان هو وقت المكانه مع بعض في شركة واحدة كان فيه اللي هو بيقول زياد زازة دا كان بيجي يتبلي من الاخر اللي هو بيجي يقول الكلام الحلو الكله ودلوقتي فجأة عشان سيبت الشركة بقى الدنيا اهلا بيت فاهم؟ شبابكو شاعد على حب الناس فرق بينه وبين حفل الدرب هو انه عبيه ما كانش هناك وهو طلع معهم في حفلة وفي حفلة تقريبا تانية عملوها من قدير اب يوسف فكان فيه فرق واضح ما بين الاتنين حاجة زي كده فاهم حاجة بقدم ماسكة ايفل بورج مش هنا دا هناك كباب يا حباب في الرؤيا كلاب ايفل بورج مش هنا دا هناك وهنا الكلام على ايفل لان زي ما انتو عارفين ايفل قبل كده نزل دس عدمضم على معادي تاو المافيا وساعتها اب يوسف نزل ستوري قال من محمد نطفي دا وايفل رد عليه ساعتها ايفل بورج مش هنا دا هناك يعني هيا دي نكشة يعني هو الفكرة بس ان هو استغل اسمه وعمل ورد بلاي انا مش حاس موضوع قوي قوي بصراعي انا محسيتش ان هو المفوض اوووووووووووووو ما حسيتش من موضوع قوي بس يا نكشة كوي Oops اللي هو عمل ورد بلاي علا اسمه وقاللك دا هناك انا معلم بقى خلاص برا عني iste فاعم اللي هو بس وايفل رد عليها هنتكلم عن دا بعد الي اس هباب ياهباب في الرؤيا كلاب إنه هي غالبا علي مراوان بابلو في الرؤيا كلاب في الرؤيا هباب فاعم یہ بس برضه في كزا حد شاور على إن هي رايحة لشهاب هباب ياهباب هي ترايم مع شهاب فهي ممكن تكون كمان رايحة على شاب لأن شاب برضو كان منزل ستوري على بيوسف من كم يوم اللي هي اللي انتوا شافانا قدامكو دي مين خدني بوصلة كلام رايح جالباً لمروان موسى اللي هو وجاب لي بوصلة دي اكيد احداث شخصية يعني حصلت ما بينهم بس الكلام طبعاً رايح لمروان يعني ديني مرفوضة دلوقتي احنا بابلو كان يتكلم في التراك على فكرة تيجي فيتشر لا مجيش هنا هو برضو بيحرق من الكواليس ان هو في حد جاء طلب هدنة وانا لفضته ده طيب بيتس جديد طالع مؤخراً اللي هو الجيرزي كلوب ابو الأنوار كان عاملو وكان فيه طلقتة كده حصلت ان زايتي اللي هو اسلام المرج تمام كان عامل بيت بالطيب ده ولقنا بره يالي يا اه 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 تقطع عامل على نفس الستايل بتاعت بيتس وبعد زايتي في الموضوع يا فهم حاجة حلوة ان احنا نكون بدقين الستايل بشكل عام ونكمل بص يا الدخلة اللي فاتت دي ما أجمع يعني فقشتا كويسة بس بس حاس ان الستايل ده من البيتس بيتلعب عليه قصيها من كده يعني انا سمعت كذا حاجة بره حاسس ان بيوصف نفسه عنده أقوى من كب كتير على الحتة دي بيقدر يعمل حاجة أروش بكتير فحاس ان الدينامي الكرويتا سيكا بس ايه نكمل شوكولاتة جيرزي واكلة جو شوكولاتة جيرزي واكلة جو يعني الورد بلاي ده بضان يعني لوائشتا جيرزي كلاب فشوكولاتة جيرزي بس ناشي ووضح ان كان فيه مشكلة مع مخرج المال ان المخرج بيقى اسمه فوق الكليب هنا اللي عندنا اسمه فوق الزي يعني انت فهمت وضح عنك كده كده انا ما كنتش اهدس مش عشان تصير تلك صديق تبقى كسب تلك يا خاصة ها دي بقى رايحة البابل وده كان متوقع يعني انا اصر حتى لما اتكتب رونج موف انا حسيت ان هي ممكن تكون اللي هو مش رونج موف اللي انا هحط عليك لأنا حسيتها اللي هو رونج موف ياصطر اللي هو غلط ياصطر اللي انت بتعمله ده غلط ليه لان من فترة لو تفتكروا كفي حوار حصل على بار لابيوسف في التراك وتقال انها رايحة لبابلو وبابلو ساعتها طلع قال ما تخلنيش احكي الناحية بتاعتي من القصة اللي هو فيه اسرار وفيه مشاكل ما بينهم بس يعني الدنيا في الدراء اللي هو كل حاجة في الدراء وساعتها ابيوسف طلع قال ان الكلام ما كانش على بابلو وان دي غلط وكلام فارغ وبتاعه ما عرفش ايه وتفسير الناس غلطوا بتاعه والموضوع انتهى بس الواضح ان كان فيه حاجات متشالة فيه حاجات متدرية فخسرتني كصديق بس مش معنى كده انك كسبتني كخصم فاللي هو انا مش هرد عليك يعني بعد كل ده هو مردش على بابلو فاللي هو بس قال له اسطحنا اللي ما بيننا ما بيننا فعين بس وابيوسف نازل ستوري حاجة فيها القصة بس هنرجع للستوري دي تاني عشان برضو بعد الايه بعد التراك وانا كينج زي ستيفن راب زي تورتلا سينج زي ويكند انا بقى قلب التراك عادي اللي هو وانا كينج زي ستيفن لان فيه ستيفن كينج اللي هو قصص راب بتعين حاجة زي كده راب زي تورتلا التورتلا العشة تورتلا بيتعامل منه سندويتش اسمه راد فاهم سينج زي ويكند مروه كفاية حك مش هيفيدك اللي هو هو بيقولك ان كلمة حك كانت على مروه موسى هو بيحاول يوضح ده غالبا بس يعني هي المشكلة ان احنا يعني لو فيه حاجة في الكواليس فهي لسه في الكواليس اللي قدامنا مروه موسى ما عملش حاجة حد شاهد مروه موسى عمل حاجة يعني حد قال اي حاجة ما انا معرفش بس انا مشوفتش حاجة تقالت اللي هو البيف بيخلص والكلام بيروح لمروان واينا مش تايفين مروهان في الموضوع حتش عارف ايه اللي بيحصل اللي هو ليه اب يوسف دلوقتي بيدس مروهان مع انه مروهان اصلا مناكشهوش حتى في ستوري مؤخرا ولا حصل اي انا معرفش انت بترد على مروهان ليه هو مروهان عمل ايه حشان ترد عليه فالموضوع غريب كله درس كبير فيش عمل فني الا والفرشة شاركت فيه فيش بيت اولد سكول بقى فعامه بتاع زمش برسم بي بعد ما سفرت شين تبتي سفرت نيس الغرب من ورا صفحات الرب في الغالب دفن السين ده جاي لانا ده الغرب من ورا صفحات الرب دفن السين غالبا اللاين ده مقصود بي فكرة صفحات هي السبب في مشكلته مع بابلو النهاردة لان هي لفيرالة فكرة ان فيه مشكلة ما بينه وهي اللي فسرت برات ابيو في المرة الاولية ان هي على بابلو وهي اللي فسرت برات بابلو النهاردة ان هي على ابيو واللي هو قال في ستوري ان ده مش صح فتللوقتي الصفحات هي السبب هي اللي ولعتها بس بعيدا عن النقطة دي واللي هي مش هتتغير احنا بنسع لدفن السين عشان كده روحنا تيدكس عشان نتكلم عن تاريخ الراب عشان كده كنا بنخطط ان احنا نعمل بوست ليتسمع راب عشان نزود عدد المستمعين عشان كده عملنا اكتر بالمصدر عشان يجمع الكمبيونيتي الراب مش هقولك ان الاهداف يعني كلها نبيلة عادي احنا بنستفيد منها زي من الرابرز بيستفيدوا من الاغاني بتاعتهم وكل دي كانت افكار اوريجنال ساعة ما تعملت عشان احنا ما بنحدش احنا بيقول علينا بجد انا معرفش مين قال لك ايه عننا بس انا هقول حاجة حقيقية دلوقتي ان انا بقالي اكتر من سنة مهمل ما بقاش عندي الحماس بتاع زمان زمان كنت بتابع المنافسين وكل الحاجات وده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه عشان اطور بالنفسي النهاردة هكذب عليكم لأقول لكم ان انا بعمل كده وبناء على هذه النقطة انا بقالي سنة ما شفتش اي فيديوهات لأي ريفيور تاني او اي حد بيتكلم عن الراب تاني فا انا كد شعرف انك موجود انا اسف بجد والله بس محفتلك فيديوهات لأكتر من سنة ففكرة ان انا هنحتك من غير ما اشوفك دي برضو خيال علمي شواه او انا كداب اللاو انت شايف كده تمام يعني استنى عشان فى بار تاني بينكشنة فيه كنتوا كيكا هتروحوا مع الوقت فهم اللي واقع ايش طي Guerre وده انا هرد عليها بقى اي جماعة منذ اكثر من عام ونص طلع هذا الرابر الراجل الجميل وقال لك بيتج رابسين دول بياخدوا فلوس من الرابرز ومعرفش ايه وحوارك كده وانا خلال سنة ان شاء الله هبيع الخاتم وهشتريهم وهقلبها كوشك وبطاطس ومرة عام ونصف ومحصلش حاجة وانحنا لسه عاديين ولسه بنجيه فيوز عادي مش مشكلة بس عمتاً اللاين ده محسسني باحساس ايه اللي هو بقولك ايه انا هجيلك كمان اسبوع تحت بيتك وهضربك ولما الناس لقيت ان الاسبوع عادة وهو ما عملش حاجة قال لك ما يستهلش انه مدي يدي عليه منتظر كومنتاتكو وشتايمكو على 16900 اكتبوهوهنه في الكومنس تحت البوم باب لسه ما ماتشاش ايه وطراب ما مقاش جديد والراب انا هاشتريه دلات برط وناتاش تستيه خلصت ان شفت موزي فكراً هو بيقولك لسه فيه بوم باب حتى تايب الاخير ده كان بوم باب التراب ما بقاش جديد خلاص يا جدعان يعني الكلام ده كان من سنين الموضوعات غير دلوقتي والرابان هشتريه كله كده معرفش ايه المبرر او من البرده بس يعني ايش هشتريه زي ما اشتري دابسين يعني طب عايزين بس نشوف ايه اللي حصل يعني قبل ده وبعد ده الموضوع بدأ لما بيوسف كتب رونج موف وبعد كده كتب تراك بعد ساعة ومعرفش ايه وبعد ما التراك نزل شفنا بيوسف منزل الستوري دي اللي بيقول فيها ان هو خلى ابو الانوار يكلم بابلو وعرف منه ان الكلام ما كانش عليه خالص كان على مروا موز وعلى الناحية الثانية لقينا عفروتو نزل الستوري دي يا كتاب حلو جدا من خلال كلام عفروتو وبعض الاسئلة في موراء الكواليس براوان موسى ما عندهش مشكلة النهاردة مع مراوان بابلو المفروض ان هم اتصافوا وقت الفطار بتاع رمضان والمفروض ان عفروتو لما كان مع بابلو في الحفلة اللي كانت في السعودية صفت دنيا بابنهم فالمفروض ان مفيش مشكلة ممكن يبقى فيه مشكلة دانية حصلت ممكن بس لما سألنا كثير من حد ده اللي تقال اللي انا بنقل لك الاحداث اللي انا بنقل لك اللي انا عارفة فالمفروض ابي يوسف هنا بيكتب او انا ارجحتي لان انا شفته بيكتب كتير قبل كلام دي نقطة تاني نقطة اللي هو لو كان النكش داع على مروا موسى فليه مروا موسى مردش يعني مش دامين بيقول لك ايه انا هنمي الكلمة ولا انا مقاسو هيلباسها ليه ابيو اللي حس انها عليه وليه مروا موسى ما تكلمش لحد النهاردة على عكس مشكلة ابي يوسف اللي هو بنفسه قال ان احنا ما بقناش صحاب ففيه مشكلة ده غير انه هو بيقول في الستوري انه هو ما تكلمش عن بابلوف في نفس الوقت بيقول هباب ياهباب في الرؤية كلاب انا مش قادر اشوفها غير بابلوف بصراحة لو حد فيكو شايف حاجة تانية ياريت يشرحلي في الرؤية كلاب دي هتقول لي ازاي هشتري منه انا ما عنديش مشكلة اكتبلي في الكوميس تحت وهشتري منك عادي جدا وبرضو عشان نكون نغطينا كل شيء الستوري بتاعة ايفل انت الاول بس على راسه غلت في رابي وبس على راسه الغبي بيشكل تبتش راسه فبيل بالفل بس على راسه وبس كده ده اللي حصل النهاردة مش حاسس ان فيه حاجة تانية يتقالت انا حاس ان ده مش ديس كنت اتمنى ان يبقى ديس عشان احنا كصفحات طبعا بنحب ندفن السين ونجيب فيوز ودي كانت نهاية الحلقة في حلقة واحدة بس غلما هتنزل قبل رمضان وبعد كده هنشوف ممكن نعمل ايه في رمضان قلونا برضو افكار ممكن نعملها في رمضان او ايه اللي ممكن يحصل في رمضان والوضع سلام